السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف أقدم لكم بعض المراجع في مجال الإلكترونيات مجلات باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الفرنسية أتمنى أن تنال إجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم من الجدد والضغط على زر اللايك إذا كنتم من المشاركين بالنسبة للمجلات التي تصدروا باللغة الإنجليزية أقترح عليكم هذه المجلة التي عنوانها Everyday Practical Electronics تحتوي على مجموعة من المشاريع الإلكترونية المختلفة سواء منها الرقمية أو التناظرية هذه النسخة هي قديمة نوعا ما تعود إلى 2010 هذه النسخة أخرى من هذه المجلة تعود ل2011 لا أدري إن كانت هذه المجلة شهرية أو دورية تتوفر على مواضيع متنوعة في مجل إلكترونيك هذه مجلة أخرى تهتم بعالم الإلكترونيات لكن في المجال الرقمي أو الديجيطال إلكتر يتهتم ببرمجة IC هات أو Microcontroller دائما تبدأ بالإشهارات ثم بالفهرس كما تلاحظون هي تهتم ببرمجة IC هات كتيب آخر مفيد جدا هو يهتم بالإلكترونيك التطبيقية Practical Electronics Handbook هذه النسخة السادسة منه هذا المؤلف إيان سينكلير و جون دايتون هذه المجلة أيضا تهتم بعالم الإلكترونيك لكن موجهة لهواة التكنولوجيا الراديو Radio and Electronics Cookbook هي مجلة قديمة نوعا ما تعود إلى التسعينيات وهذا هو الفهرس هذه هي عديد من الموادع الكثيرة جدا هذه بعض الموادع التي تتحدث عنها هذه المجلة موادع التي تخص هوة تكنولوجيا الراديو استقبال إرسال إلى آخره صنع راديو مبسط بعض الخطاطات والشرح هذا كتاب آخر مهم جدا يهتم بالإلكترونيك التطبيقية هو موجه لمن أراد أن يصبح مخترعا يضم أكثر من 600 صفحة هو يهتم بالإلكترونيك من البداية إلى الاحتلاف هذا جزء من الموادع التي تطرق إليها الكتاب أدعوكم للإطلاع عليه بالنسبة للناس الذين يفضلون المجلات المكتوبة بالفرنسية هناك الإلكترونيك التطبيق وخصوصا هذه الأجزاء الثلاثة هناك ثلاث أجزاء موجودة على النت أمراه كاملات الممتعلدة في الاحتلاف تحتاجون للجلات الموجودة أفضل شيئا ويساعد نتجمع هذه المجلات أخرى إلكترونيك الوازيخ تتم أيضا بمجال إلكترونيك متنوع وبها مشاريع جاهزة دائما تبدأ الاشهار ثم ثم الفهرس هذه جهة الاشهار ثم الفهرس صومغ اقدم لكم ايضا هذه المجلة المكتوبة باللغة الروسية اذا كان احد مشاهدية يتكلم الروسية او يتقن الروسية سوف يفهم كل هذه المواضع انا شخصيا لا افهم الروسية تحتوي على عديد من المواضع اظن انها موجهة لهوات الراديو فقط انا اهتم بالخطاط المكتوبة هنا كما تلاحظون هي مجلة بالابيض الاسود يعني انها مجلة قديمة يمكن استفادة منها لماذا؟ هذا كل شيء في الفيديو اتمنى ان ينال اعجابكم ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة اذا كنتم من الجدد شكرا والى لقاء اخر في فيديو جديد